بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ سعد إبراهيم الجريس معلم تربية خاصة في معهد التربية الفكرية غرب الرياض المرحلة الدراسية المتوسطة للصف الثالث متوسط لمادة الرياضيات تعليمات الدرس أرجو من الأسرة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتب والأدوات اللازمة والاستعداد للدرس توصيات للأسرة حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولاً تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذو إضاءة جيدة ثانياً استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثاً التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرسة لمواكبة المنهج وإطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية أداب الدراسة عن بعد أولاً الجلوس في مكان مناسب أرجو منك عزيز الطالب أن يكون المكان مناسب قبل بدء الدرس ثانياً عدم الأكل أو الشرب أثناء الحصة أرجو منك عزيز الطالب عدم الانشغال بالأكل أو الشرب أثناء تقديم الدرس ثالثاً إحضار الأدوات اللازمة مثل الكتب والأقلام مثل الكتب والأقلام محمد يحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة أمل تحرص على الجلوس بشكل صحيح أحمد أحمد لا يغادر الدرس قبل انتهاء الحصة الوحدة الرابعة لمادة الرياضيات الدرس الأول مفهوم القسمة مفهوم القسمة درسنا لهذا اليوم عزيز الطالب هو مفهوم القسمة كما تشاهد أمامك يوجد لدينا هنا علامة القسمة علامة القسمة سوف نقوم بالتعرف على هذه العلامة وإجراء بعض العمليات الحسابية في القسمة أهداف الدرس أولا أن يقرأ الطالب إشارات العمليات الحسابية بشكل صحيح ثانيا أن يحل الطالب عمليتين حسابيتين بشكل صحيح ثالثا أن يختار الطالب إشارة عملية القسمة من بين إشارات الحسابية بشكل صحيح يوجد لدينا هنا عزيز الطالب إشارات العمليات الحسابية سوف نقوم بقراءتها بشكل صحيح ومن ثم إيجاد إشارة عملية القسمة الإشارة الأولى عزيز الطالب ماذا يوجد لدينا ما هي هذه الإشارة ما هي هذه الإشارة الموجودة لدينا إشارة الضرب أحسنت إشارة الضرب إشارة الضرب كذلك يوجد لدينا هنا العلامة الثانية ما هي هذه العلامة ما هي هذه العلامة درسنا لهذا اليوم هو مفهوم القسمة مفهوم القسمة الإشارة هذه عزيز الطالب هي إشارة عملية القسمة إشارة عملية القسمة الإشارة الثالثة ما هي هذه الإشارة هل تستطيع عزيز الطالب إخباري عن هذه الإشارة هل هي إشارة لعملية القسمة أو إشارة لعملية الضرب أو الطرح أحسنت هذه إشارة عملية الجمع إشارة عملية الجمع أحسنت الإشارة الرابعة إلى ماذا ترمز هذه الإشارة إلى ماذا ترمز هذه الإشارة أحسنت ترمز هذه الإشارة إلى عملية الطرح إلى عملية الطرح كذلك يوجد لدينا هنا الإشارة الخامسة الإشارة الخامسة ما هي هذه الإشارة عزيز الطالب إلى ماذا ترمز هذه الإشارة أحسنت ترمز إلى عملية القسمة وهي درسنا لهذا اليوم درسنا لهذا اليوم هو عملية القسمة النشاط الأول أرسم دائرة حول إشارة القسمة حول إشارة القسمة في هذا النشاط عزيز الطالب يوجد لدينا مجموعة من الإشارات للعمليات الحسابية المختلفة سوف نقوم بقراءتها والتعرف عليها ومن ثم إيجاد إشارة القسمة كما ذكر لنا النشاط أرسم دائرة حول إشارة القسمة فقط الإشارة الأولى عزيز الطالب ما هي هذه الإشارة الموجودة لدينا؟ كذلك الإشارة الثانية والثالثة الرابعة والخامسة الإشارة الأولى عزيز الطالب ما هي هذه الإشارة؟ إلى ماذا ترمز؟ هل هي ترمز إلى عملية الطرح أو عملية الجمع أو عملية الضرب أو عملية القسمة؟ أحسنت هذه العملية تدل على إشارة عملية القسمة إذن نقوم بتمييزها وذلك بوضع علامة دائرة كما طلب من النشاط أرسم دائرة حول إشارة القسمة قمنا بتمييزها وذلك بوضع علامة دائرة عليها نذهب للصورة الثانية ماذا يوجد لدينا عزيز الطالب في هذا المربع؟ ما هي الإشارة الموجودة؟ هل هي إشارة قسمة أو إشارة طرح أو ضرب أو جمع؟ أحسنت إشارة طرح إشارة طرح تدل على أن هذه الأملية الحسابية هي عملية طرح هل نقوم بتمييزها وذلك بوضع علامة دائرة عليها؟ أحسنت لا نقوم بتمييزها لأنها علامة الطرح ليست مطلوبة فقط أرسم دائرة حول إشارة القسمة إذن لا نقوم بتمييز إشارة الطرح المربع الثالث أو الإشارة الثالث عزيز الطالب ما هي الإشارة الموجودة في المربع الثالث؟ هل تستطيع قراءتها والتعرف عليها؟ أحسنت إشارة الضرب إشارة الضرب هل نقوم بتمييزها ووضع علامة دائرة عليها لأنها تحمل إشارة الضرب؟ أحسنت النشاط طلب مننا فقط إشارة القسمة إذن لا نقوم بتمييز إشارة الضرب الإشارة الرابعة عزيز الطالب ماذا يوجد لدينا؟ هل تستطيع عزيز الطالب قراءة هذه الإشارة؟ هل تستطيع التعرف على هذه الإشارة؟ أحسنت إشارة الجمع إشارة الجمع هل نقوم بتمييز إشارة الجمع وذلك بوضع علامة دائرة؟ أو ندعى فارغة؟ أحسنت لا نقوم بتمييزها لا نقوم بتمييزها لأن الإشارة التي نبحث عنها هي إشارة القسمة درسنا لهذا اليوم إشارة القسمة المربع الأخير عزيز الطالب ماذا يوجد لدينا في المربع الأخير؟ ما هي الإشارة الحسابية الموجودة لدينا في هذا المربع؟ أحسنت إشارة يساوي إشارة يساوي هل نقوم عزيز الطالب بتمييزها ووضع علامة دائرة عليها؟ أحسنت لا نقوم بتمييزها ولا وضع علامة دائرة عليها لأنها ليست إشارة القسمة لأنها ليست إشارة القسمة كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بتمييز إشارة عملية القسمة فقط وذلك بوضع علامة دائرة عليها لم نقم بتمييز إشارة الطرح ولا الضرب ولا الجمع ولا إشارة يساوي النشاط الثاني أكمل المسألة الحسابية التالية أكمل المسألة الحسابية التالية في هذا النشاط عزيز الطالب يوجد لدينا مسألة حسابية ناقصة سوف نقوم بحلها سويا سوف نقوم بحلها سويا النشاط يقول أكمل المسألة الحسابية التالية قسم السيارات الثلاث قسم السيارات الثلاث إذن يوجد لدينا ثلاث سيارات سيارة واحد سيارة رقم اثنان سيارة رقم ثلاثة مجموعها هو ثلاث سيارات قمنا بكتابة العدد ثلاثة هنا لأنه يرمز إلى قسم السيارات الثلاث ثلاث سيارات قمنا بكتابة العدد ثلاثة في الخانة الأولى ثم قال السؤال إلى ثلاث مجموعات ثلاث سيارات نقسمها إلى ثلاث مجموعات مرة أخرى إذن العدد المطلوب هو العدد ثلاثة العدد ثلاثة هنا يرمز إلى عدد السيارات العدد ثلاثة هنا يرمز إلى ثلاث مجموعات يرمز إلى ثلاث مجموعات يوجد لدينا عزيز الطالب ثلاث سيارات نود أن نضع كل سيارة في مجموعة مختلفة كم عدد هذه المجموعة إذن ثلاث سيارات قسمة ثلاث مجموعات ثلاثة قسمة ثلاثة العدد ثلاثة قسمة العدد ثلاثة يساوي العدد واحد أحسنت يساوي العدد واحد كما تشاهد عزيز الطالب كان لدينا ثلاث سيارات قمنا بتوزيعها على ثلاث مجموعات كل مجموعة تحمل سيارة واحدة كل مجموعة تحمل سيارة واحدة إذن ثلاث سيارات قسمة ثلاث مجموعات يساوي العدد واحد بمعنى أن كل مجموعة تحتوي على سيارة واحدة تحتوي على سيارة واحدة أحسنت النشاط الثالث أكمل المسألة الحسابية التالية كذلك في هذا النشاط يوجد لدينا مسألة حسابية ناقصة سوف نقوم بإكمالها والوصول إلى الناتج سويا النشاط يقول وزع الأطفال الأربعة في يمين السبورة كما تشاهد عزيز الطالب يوجد لدينا أربعة أطفال واحد اثنان ثلاثة أربعة أحسنت يوجد لدينا أربعة أطفال يوجد لدينا أربعة أطفال وزع الأطفال الأربعة على سيارتين يوجد لدينا هنا عزيز الطالب كما تشاهد سيارة رقم واحد والسيارة رقم اثنان وزع الأطفال الأربعة على سيارتين بالتساوي بالتساوي للذهاب إلى رحلة للذهاب إلى رحلة إذن العدد الأول كما هو مكتوب لدينا عزيز الطالب هو العدد أربعة يشير العدد أربعة إلى عدد الأطفال يشير العدد أربعة إلى عدد الأطفال وعددهم أربعة أطفال إشارة القسمة درسنا لهذا اليوم ثم دائرة فارغة عفوا دائرة فارغة ما هو العدد المناسب لكتابته في هذه الدائرة؟ العدد أربعة قسمة العدد ماذا؟ العدد ماذا أحسنت؟ العدد اثنين العدد اثنين العدد أربعة يرمز إلى أربعة أطفال العدد اثنين يرمز إلى سيارتين إذن أصبحت المسألة الحسابية كالتالي أربعة قسمة اثنين يساوي يوجد لدينا عزيز الطالب أربعة أطفال كذلك سيارتين يودون الذهاب إلى رحلة كل سيارة تحمل العدد نفسه سيارتين نقوم بقسمة الأطفال إلى جزئين الجزء الأول طالبين الجزء الثاني طالبين إذن أربعة قسمة اثنين يساوي العدد اثنين يساوي العدد اثنين أحسنت كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بحل هذه المسألة الحسابية العدد أربعة قسمة العدد اثنين يساوي العدد اثنين اثنين أربعة أطفال قمنا بتوزيعهم على سيارتين عفوا قمنا بتوزيعهم على سيارتين كل سيارة تحمل طفلين كل سيارة تحمل طفلين أربعة أطفال قسمة سيارتين يساوي العدد اثنين بمعنى أن كل سيارة تحمل طفلين كل سيارة تحمل طفلين النشاط الرابع أكمل المسألة الحسابية التالية يوجد لدينا عزيز الطالب هنا مسألة حسابية سوف نقوم بحلها سويا أكمل المسألة الحسابية التالية العدد أربعة قسمة العدد أربعة يساوي سوف نقوم باستنتاج هذا الناتج يوجد لدينا عزيز الطالب في يمين السبورة مجموعة صور مجموعة صور وكذلك في يسار السبورة مجموعة مربعات فارغة نقوم بعد هذه الصور واحد الحقيبة الأولى الحقيبة الثانية الحقيبة الثالثة أخيرا الحقيبة الرابعة إذن يوجد لدينا هنا أربع حقائب أربع حقائب في يسار السبورة كذلك يوجد لدينا أربع مربعات المربع الأول المربع الثاني المربع الثالث المربع الرابع المربع الرابع إذن العدد أربعة هنا يرمز إلى عدد الحقائب ثم علامة القسمة ثم العدد أربعة يرمز إلى المجموعات الفارغة أو المربعات الفارغة العدد أربعة الأول يرمز إلى عدد الحقائب ثم إشارة القسمة ثم العدد أربعة يشير إلى المجموعات أو المربعات ثم إشارة يساوي ثم إشارة يساوي إذن العدد أربعة قسمة العدد أربعة يساوي العدد واحد يساوي العدد واحد بمعنى أن كل مربع يحمل حقيبة واحدة كل مربع يحمل حقيبة واحدة العدد أربعة قسمة العدد أربعة يساوي العدد واحد يساوي العدد واحد كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بتوزيع الحقائب التي كانت موجودة هنا عددها أربعة قمنا بتوزيعها على هذه المربعات الفارغة أصبح لدينا في كل مجموعة حقيبة واحدة في كل مجموعة حقيبة واحدة المجموعة الأولى تحمل حقيبة واحدة المجموعة الثانية حقيبة واحدة المجموعة الثانية تحمل حقيبة واحدة المجموعة الرابعة والأخيرة تحمل حقيبة واحدة إذن أربع حقائب كانت هنا قمنا بتقسيمها على أربع مجموعات أصبح لدينا العدد واحد وهو ناتج هذه العملية الحسابية أربعة قسمة أربعة يساوي العدد واحد يساوي العدد واحد نود أن نستذكر سويا عزيز الطالب إشارات العمليات الحسابية إشارات العمليات الحسابية الإشارة الأولى ما هي هذه الإشارة أحسنت إشارة الضرب إشارة الضرب الإشارة الثانية إلى ماذا تدل هذه الإشارة إشارة القسمة إشارة القسمة أحسنت الإشارة الثالثة إلى ماذا تدل هذه الإشارة عزيز الطالب أحسنت إشارة الجمع إشارة الجمع الإشارة الموجودة هنا لدينا عزيز الطالب إلى ماذا تدل هذه الإشارة أحسن تدل على إشارة عملية الطرح إشارة لعملية الطرح أخيرا يوجد لدينا هنا إشارة العملية الحسابية ما هي هذه الإشارة الموجودة لدينا إشارة عملية القسمة في نهاية هذا الدرس أشكر الطالب وأشكر أسراء على استماعهم وإنصاتهم أتمنى لهم التوفيق والسداد هذا وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد